الناس كلها دلوقتي يعني مهتمة جدا بان احنا نكون اصحاء نفسيا يعني اشرح لي اكتر ازاي نعمل البالنس ده يعني طبعا عندنا يعني محتاجين تعريفات كتيرة يعني صحيح نفسيا يعني هذا السايكولوجي المنطلق من تعميق اللي بيخليني عايز الكون ينتظم حولي يعني جوردن بيترسون لي عبارة شهيرة جدا لما بيقول ان السايكولوجيست اخطأوا خطأ فادح انه في التعامل مع الكلائنس بتاعتهم كل اللي بيعملوه مش بيقولولهم ما يجب ان يكونوه لكن بيحاول يخليهم يرضو عن ما يكونوه يعني تبقى راضي وتقبل واضعك وتتفاعل مع الواقع بتاعك على انه يعني مراتك مزهقك خلاص اخلص يا اخي شوف غيرها عملت خيانة زوجية ما تعش تحت تأثير الزنب خلاص غلطة وعدت يعني ما فيش مشكلة هل السواء النفسي او الصحة النفسية هو انه حاول ارتاح في كل حاجة ولا لا انا ممكن اكون محتاج انا اتغير وممكن اكون محتاج اراجع نفسي في حاجات كتير بالنسبة للعلاقات المؤذية محتاجة مساعدة حد علشان يتم تشخيص الكلمة دي تشخيص صحيح لانه ممكن اي واحد التاني مش جاي على مزاجه يقول توكسك ما بيسمعش الكلام مرة كنت قاعد في القطر وبعدين قاعد ورايا اب بيصبح على بنته صباح الخير يا حبيبتي ازايك ازاي جوزك ما انا طبعا مش سامع بتاع بيسمع الكلام فيعني الراجل بتطمن على بنته اذا كان جوزها بيسمع الكلام ولا لا ما بيسمعش ما عايفش كان بيهزر ولا بتكلم جد يعني بس فإذا بقى ما اسمعش الكلام يوبجوز ده توكسك ده ما بسمعش الكلام فيعني في حاجات سخيفة قوي اصبح الكل النهاردة بسبب شوية قراءات على السوشيل ميديا خلاص بينصب نفسه عالم نفس واخصائي نفسي وعنده معرفة ويعرف في شخص والعلاقة دي توكسك والعلاقة دي مش توكسك طب ايه العلاقة التوكسك سؤال حل العلاقة التوكسك هي العلاقة التي فيها لا يحترم الآخر كينونتي انا كإنسان يعني يريد ان يستعملني لخدمة اغراضه هو فانا مش موجود بالنسبة لي ولا يحاول ان يستثمر في وجودي انا هو يدور حول نفسه ويريدني يعني عايزة اقول كوكبا يدور في فلكه فدي يعني اه ادور في فلكه وهو مش بتعامل معي انا بس كده هو بتعامل مع كل حاجة هو في المركز وكل حاجة حواليه انا هستفيد من دي بايه وهستنفع من دي بايه وده هيفيدني في ايه وحكمه على الاشياء هو من منطلق واحد الا انا هغنق فانا لما بقع في فلكه انا تعيس لانه خلاص انا بالنسبة له شيء استعمل اذا لقيت روحي في علاقة مع شخص انا تحولت الى مجرد ادات لامتاعه لاشباعه لتحقيق مصالحه لفايدته ولا اشعر ان هو يفكر في كينونتي ولا يريد ان هو يسهم في كياني انا دي علاقة توكسك والما في حبة هنا تلزمني على فكرة ان انا هولو حاسب يعني اديك مثل من الكتاب مقدس عشان تشوف في روعة الكتاب الكتاب مقدس بيتكلم بقى مش عن التعامل مع الناس برا لكن عن الناس في الكنيسة فبيقول انا بوصيكم لازم تشتغل تسالونيك التانية تلال واللي ما يشتغلش ما يكلش وبعدين يقول اصلي في بعض المؤمنين بقيوا فضوليون فضوليون يعني شخص فضولي يعني يتطفل على الاخرين على اخبارهم على فلسهم يتطفل على اي حاجة يمتلكوها مش عايز يتعب ويشتغل ويكون نفسه ويكون نبع بركة وخير للي حواليه هو عايز يستفيد من الاخرين من غير ما هو يتعب فهو قال من لا يريد ان يشتغل لا يأكل ايضا واذا كان بينكم اخ بالشكل ده اسمعي يا شيري سموا مثل هذا ولا تخالطوه لا تؤكلوه يعني بتكونش معاه وما تخلطوهش وبعدين يختم ويقول لك لا تحسبوه كعدو بل انذروه كاخ يعني شوف هذه المحبة الحقيقية انه اخويا بيضمر نفسه انه مش عايز يشتغل وعايز يبقى فضولي لو انا سبته في الحالة دي وديته اللي هو عايزه انا موجوع بتسمم بالعلاقة دي وكمان بأزيل بس خدي بالك بوليس لما ناقش الموضوع ده ما ناقشهاش من حيث الاثر السلبي على علي انا علي هو لكن علي هو انذروه كاخ خسارة نفس الكلام في تعليم المسيح في متة 18 ان اخطأ اليك اخوك فاذهب اليه وعاتبه وبعدين يقول وان سمع منك فقد ربحت اخاك فمش روح عدبه علشان خاطر تتفش لكن روح عدبه علشان تربحه فهنعمل الصواب هنعمل الصح لكن المنطلقين من فائدة الاخر واحتياج الاخر وليس من الدوران حوالي النفس فده يعني اللي اتصوره من ناحية العلاقات المؤذية هل من الممكن ان العلاقة توصل لمرحلة انها لا تستجيب للعلاج ولابد من البتر اه ممكن اوي يعني لو ينفع شري ولو يعني كلامي ممكن تعديلي عليه لو مش واضح اوي انه برضو الكلام مفهوم بس الكلام برضو بيتكلم على سيناريو سهل انه فيه واحد اللي هو توكسيك 100% صرف بس ده مش الموقف اللي بنقابله احنا عادة يعني اقدرون بنسبة الاغلبية ان العلاقات اللي بنتكلم عليها اللي هي السمة او التوكسيك دي لا بيبقى الشخص ده مش هتعرف تشيله من حياتك باي شكل ما وبيبقى فيه علاقة ما بينك وما بينه او ما بينها لا هي علاقة ممكن تقول في المجمع الكويسة بس بيبقى فيه حاجة معينة موجودة في العلاقة توكسيك جدا وبتأذيك جدا ومش عارف لا تشيل ولا تخش اكتر وبيخلي المواطنة صعب ده غير طبعا ان اكيد ممكن يكون لينا احنا دور في التوكسيك دي ممكن يكون احنا نفسنا غلطانين ومش عارفين فتبقى الدنيا مع كوكا جدا فالموضوع مش اللي هو انا هقطع وخلاص يعني موضوع البتر ده حاجة صعبة جدا لا احنا عارفين نعملها ولا عارفين لو احنا أصلا نستاهل البتر من الاول انا اعتقد انه كل ما الشخص جو بينمو في علاقته مع نفسه وعلاقته مع الله بيكون اكثر انفتاحا على اكتشاف عيوبه واكتشاف تقصيراته وده بيخلي عنده حساسية وتمييز من ناحية الاخرين فيقدر يتعاطف معهم ويشفق عليهم ويلتمس بعض الاعذار ليهم وكمان من ناحية تانية بيكون اكثر حبا انه يحاول يساعدهم انهم يشوفوا اخطائهم ويشوفوا عيوبهم فانا عايز اقول مش صح البداية ابدأ من الاخر لكن ابدأ من نفسي خلاص انا زي ما انت وصفت ملزم اني اكون في هذه العلاقة نتيجة صداقة نتيجة قرابة نتيجة اي نوع من العلاقات الملزمة فانا اشتغل على نفسي بحس فعلا ان انا اكون اكثر حكمة واكثر نضوجا واكثر قربا من الله ربما انا ساهمت دون اناد زي ما انت قلت في تعميق العيوب اللي موجودة فيه ايضا ان انا كنت موافق ايضا انه هو شخصية اعتمادية وانا كنت محب اشيل واستسهل فما كنتش بخليها تحمل مسؤولية نفسه مثلا يعني انا مش عايز واجع دماغ هو مش عارف يا مكان انا هعملها دي ازية ازية رهيبة لانك حولته الى شخص معاق ما بيعملش مسؤولياته الشخصية تجاه حياته هو يبوز الدنيا وانت اللي تحاول تغطي عليه مثلا لا سيبه يواجه نتيجة افعاله فانا محتاج اتطور روحيا ونفسيا في الحب وفي الفهم بحيث ان نقدر اساعده لو الموضوع متأزم اوي زي ما انت وصفته احنا المفروض انه في علاقة مع جسد المسيح في علاقة مع اصدقاء حوالينا ممكن نلجأ لمشير نلجأ لشخص بيفهم في الامور دي بحيث انه يتدخل ويحاول يساعدنا يعني صحيح ما هيش دايما بالبساطة دي لكن مش دايما هوبليس طب لو انت بقى توكسك تعمل ايه انا مش توكسك حاشا 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 لا مقصوش فاسيح لا بس يعني لو انت فعلا الشخص اللي كل ال يعني تخيل انت حق في حد في حياتك عمال يقولك انت توكسك انت توكسك انت توكسك انت توكسك وانا مش حاس ان انا توكسك يعني بس مش احاول اه يعني اشوف الموضوع ده لالا فعلا ابقى توكسك انا وطحن اللي معايا ابدأ منين يعني يعني فيه اشخاص يعني مجرمين في تدمير الاخر باستعمال الترمينولوجي العلمي في وصف الاخر انت نارسيسيس انت شخصية نارجيسية انت شخصية سايكوباثيق وهو يكون قراله كلمتين على الفيسبوك او ويكيبيد اه فبيعطي لنا يعني احنا عدنا يعني 11 سنة نتعلم علشان نملك حق التشخيص وهو بيقرأ مقالة ولا بيقرأ حاجة وبشخص انت تبع عنهي شخصية بالظبط كده فالناس اللي عمالت وزع التهمات على خلق المفروض ان احنا اولا ما نستجبش ليهم يعني يعني لما يجي حد يقولي انت توكسك اقوله على فكرة يعني متشكر جدا جدا انك بتقولي كده لانك انت معناها انك شايف حاجة خطيرة هتدمرني فساعدني من فضلك بموضوعية اكتشف انا ليه توكسك واذا كان كلامه مقنع انا المفروض راح تعالج لو عندي عيب معينة لكن اذا لقيت كلامه هو كله بيدور حوالين انت توكسك عشان ما بتعمليش اللي انا عايزه وانت مش ماشي زي ما انا عايز الحقيقة هو اللي محتاج عليك انا ممكن اخسر العلاقة في ان انا اواجه حد بحاجة صعبة فيه زي كده يعني حتى لو حاولت احلي في الكلام ممكن اللي قدامي يكون حساس بزيادة اقوله لا خلاص انا مش هقدر اتعايش مع الحقيقة خلاص يا ميري ما توجهيش يا مام ما توجهيش والعلاقة تنتهي لوحديها بس بنتائج اسوأ يعني اذا انت في علاقة مع حد بالشكل ده وبتحاول تتجنبي المواجهة النتيجة النهائية انها العلاقة تنتهي هتنتهي هتنتهي بس هتنتهي اما بضمارك انتهي اما بضمار الاخر بس معلش برضو يعني ارجع في يعني السيناريو اللي هو حد بيقول انت توكسك بيقوله من فضلك اقني انا توكسك ازاي فيقولي وانا اقول انا فان انا فان انت لقيت توكسك انا اروح اتعايلك برضو حس انه ده يعني انا قلت كده؟ انا سمعتها كده اه لا يعني انا بعمل افتراض انه الشخص ده عنده حجج منطقية قوية جدا اقنعتني ان انا بتصرف تصرفات سامة للاخرية بس هي عمرها ما تبقى حجج منطقي يعني اغلب الناس توكسك دول بيبقى كله تحت الحزام يعني احنا كنت لسه بنقول ان انت بتنزر اخوك لو هو توكسك طبعا انا رايح هنزره بمفرض اقنعه ان هو توكسك وانا مش هعرف اقنعه لان انا كده هيقولي ان انا يعني بيقل عليه وعليلك كلمتين في ويكيبيديا وجايته اقولي ان انت هيكده الاف وانا مش توكسك وقوية دكتور كمان ده هو بيجيب مسلا انه فلان كمان بيقول كذا وفلان بيقول كذا وانت في الموقف الفلاني مش لازم يكون انه هو المحور سوى بيقول الموقف فلاني انت ما عملتش وما سوتش افترض انه في شيء من الصح في كلام وانا لو شخصية سوية المفروض ان يكون مفتوح لاي نوع من الاتهامات واحاول ان انا ادافع عن نفسي بموضوعية بناقش اللي بيتقال وبفكر في نفسي لألا اكون كده فعلا وانا مش واخد بال وده اللي قاله المسيح لما افترض ان اخطأ اليك اخوك فاذهب اليه وعاتبه كلمة عاتبه دي اقنعه هي نفسها الكلمة اللي جات في عبرهين 11 لما يقول الايمان هو الثقة بما يرجى والايقان يعني حالة من الوعي والاستنارة والاقتناع فانا بحاول اوصله للحالة دي فانا لما بقول بعاتبه بقوله على فكرة بناء على الموقف ده وبناء على الموقف ده وفلان الكذا وفلان الكذا فانت خلي بالك لانه وكمان مفروض انه بروح المحبة يعني بحاول ان انا افهمه الكلام ده المسيح بيفترض انه هيسمع ليه بتفترضه انه هو هيقول لا انت ظلمني وده مش موجود المسيح بقول ان سمع منك فقد ربحت اخاك ففي افتراض انه هو هيسمع لكن اذا كان بيقول لا ده افترى وممكن يكون فعلا افترى الكلام اللي بيتقال يبقى نمشي بنفس الطريقة اللي قال عليها المسيح خد بقى حد تاني لابد من ادخال اطراف اخرى فاروح له واخد معاك واحد او اتنين واذا بسمعش من واحد او اتنين كبر الموضوع فقل الكنيسة علش الكنيسة تقدر تحكم فالعلاقات اكيد طبعا السبجيكتافتي او الذاتية بتبقى قوية جدا عشان كده ادخال اخرين لحل المشكلة يعني مهم مش عايز ما نحاول الحلقة الموضوع علاقات يعني كلها لكن كفاية كده يعني بالعلاقات عندي تانشن كده مش عارف احداك برضو اقول لي رأي حضرتك في ايه موافق لو الكلام دوتا دكتور مع الاخر برا الكنيسة برا المجتمع الامن بالنسبة لي ان انا ابقى منفتح وابقى على طبيعتي بس يا دكتور بقى لقي انه انا مبسوط قوي في علاقتي بربنا لوحدنا بحب المسيح جدا بس عندي مشكلة مع الكنيسة هم عندهم ضعفات بتقلم بيها انا كمان عندي ضعفات بوجههم بيها فرأي حضرتك ايه؟ يعني لو افترضنا ان الكنيسة كلها علاقات وجع بوجع وبتوجع ما كانش الكنيسة استمرت لغاية النهاردة لكن كنيسة الله يعني لها تاريخ مجيد من الحفاظ على اولاد الله واحنا بدون الكنيسة ما كانش لينا وجود النهاردة يعني انا وانت اللي قاعدين دلوقتي وبنتكلم احنا موجودين هنا لان في ناس حبتنا في ناس علمتنا في ناس استحملتنا في ناس صلت من اجلنا فانا بشوف انه في منطقة الخطورة اني ابص على صراعات الكنيسة في وقت من عمري واسحبها على كل تاريخ الكنيسة واسحبها على كل وظيفة الكنيسة لا الكيسة فيها جوانب ايجابية رائعة لكن بلا شك انه الكنيسة بيدخل زوان وسط الحنطة للأسف الشديد وبيدخلوا اشخاص باحثين عن اغراض كثيرة الرسول بوليس في العصر الاول المسيحي مش كان بيكلم اعضاء الكنيسة ده بيكلم اسوس الكنيسة وبعد ما كلمهم بيقولهم بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعاية اسمع اللي بعدها ومنكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءه شيء مخيف ده بيكلم اسوس في العصر الاول اي حاجة نقول كيسة الاولى هذه كيسة الاولى ومش اي كنيسة كيسة افاسوس يعني الكنيسة الجميلة العظيمة فده هيحصل هيحصل اعتقد انه زي ما قال الرسول في برضو كورنسس الاولى حداشر لابد ان يكون بينكم بدع لكي يكون المزكون ظاهرون يعني كأنه الله بيسمح خلينا اقول ب ان يجعل الجو في داخل كيسة بيسمح جوا طبيعيا ما هواش حضانة وبابل بننفصل فيها عن الواقع كأنه ما فيوش شوائب اه لا وضع طبيعي انت انت جوه فيه اشخاص اشرار جوه كيسة فيه اشخاص اشرار وفيه ناس بيدوروا على نفسهم طب وانا اعمل ايه بقى زي ما جسمك بيكون انت باضس ضد المكروبات لابد انك تميز الناس دي ولابد انك تكون حطط عينك في راسك ولابد انك تكون واخد بالك وبتتعامل مع مين وده عايز ايه وده بيعمل ايه فانا بشوف انه ده يقول الى التسكية التسكية يعني التنقية طبقا لكلام الرسول لكن من الجانب التاني ما تفترضش ابدا الوضع السوداوي ان حياتك تستمر كده على طول لكن بيحدث على اجواء شفاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة